سجلت مصالح الحماية المدنية بدائرة الحساسنة بسعيدة اليوم الأحد خادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق قلو إلى رقم 9 رابط بين بلديتين الحساسنة والترسين وبالتحديد في منطقة بورزكية مثل الحادث في استدام تسلسلي بين سيرتين سياحيتين بشاحنة من عشكمان حيث خلف هذا الحادث هلاك شخص بعين المكان يبلغ من العمر 44 سنة مع تسجيل صعبة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في طرح عمرهم بين 46 سنة نقل اثنان منهما على متن سيارة خاصة نحو القطاع الصحي بالحساسنة فيما تم نقل الجثة من طرف المصالح الحماية المدنية لنفس القطاع الصحي